اهلا بكم في قناتنا النهاردة هنصور مع بعض حاجة مطلوبة كثير مني وهي الصينية المدورة احنا هنعمل فيها فكرتين مختلفتين هيخلوها تبقى يا اما صينية ديكور يا اما صينية تقديم ده اللي احنا هنشوفه مع بعض ان شاء الله في الفيديو اه اتمنى انتوا تتابعونا للنهاية عشان تشوفوا اه ازاي هنعمل من اه ام صينية واحدة ممكن نعملها فكرتين مختلفتين انهاردة انا معي اه الميراية بتاعتي دي قطرات تقريبا خمسة وعشرين سانتي وطبعا انت عايزة تجيبيها اقل او اكتر مفيش مشكلة اه معي اه خرز لولي مقاس ثمانية ومعي خيط صنارة مقاس ستين والمقاس بتاعي ويلا بينا نبتدي احنا عشان نشتغل الصينية بتاعتنا احنا محتاجين ان احنا نعمل اه شريط اه من الخرزة عبارة عن غرزة ربعية من تلات سطور يعني ايه يعني هنعمل الغرزة الربعية بتاعتنا العادية ادي اربع خرزات هنحطهم في اي طرف من اطراف الخيط وهنقفل بالغرزة او بالخرزة الربع ادي اول غرزة ربعية معنا بالشكل داي وبعدين احنا عندنا اختارين يا اما نعمل الشريط طويل ربعي لحد ما يبقى يجيب المحيط دايت يا اما نعمل ثلاث سطور جنب بعض ونطلع عليهم لحد برضو ما نجيب الطول بتاع او المحيط بتاع اصنيه اسهال لكم اعملوا انا اسهال لي ان انا اعمل آآ مال تلات غرز جنب بعض ادي ادي اول غرزة اهل وبعدين ادي تاني غرزة خرزة في الطرف الشمال وخرزة في الطرف اليمين وخرزة ساقفل بها في النص ادي تاني غرزة التالتة هابتدي بعدها سطر جديد فانا هحط التلات خرزات كلهم في جنب واحد او في فردة خيط واحدة وحقفل بطرف الخيط التاني كده انا عملت تلات غرز او تلات وحدات ربعية بالشكل ده وابتديت سطر جديد. هبتدي فيه ان انا احط في الطرف الشمال تلات خرزات وحقفل بالطرف اليمين بالشكل ده. كده انا طلعت السطر التاني بتاعي. وهدخل الطرف اليمين في الخرز النايم على السطر من تحت. وهحط في الطرف الشمال خرزتين. واقفل بالطرف اليمين. وهدخل الطرف اليمين بتاعي في الخرز النايم على السطر من تحت. وانا خلصت دي اخر غرزة في السطر فانا عايزة ابتدي سطر جديد فانا حقل بشغلي. وهحط الخرزتين كلهم في الطرف الشمال. وحقفل باليمين. وبكده انا خلصت السطر التاني. وطرفين الخد بتاعي خرجوا من الخرزة الفوق دي عشان ابتدي السطر التالت. انا هكده هفضل ماشي على طول كده. هعمل شريط طويل من تلات غرز او تلات وحدات ربعية. لحد ما يبقوا لفين على الصينية. يعني الشريط بتاعي ده يبقى لاففة صينية من اول ما انا واقفة لحد ما يلف تاني هنا. انا هكمل بقى الشريط بتاعي ده. وهقول لكم انا عملت بالمقاسات بتاعتي كام غرزة. ولما نرجع نشوف هنكمل ازاي. انا عملنا اهو الشريط من تلات غرز. عملناه بالطول اللي ناسب محيط المراية بتاعتنا. فاحنا لو قصرنا كده. ملفينة بيه. هتلاقي ان هو واصل لحد هنا. فاضل غرزة واحدة. علشان نقفل الجنبين ببعض. دي اللي هنشتغلها مع بعض. احنا هنسبت كده كروكي. وناخد بقى طرف الخيط الشمال. هندخل فيه خرزة. ونيجي عند الطرف اللي هنا الخرزة الجنب التاني. الخرزة اللي في الاول. يعني احنا هو الخيط بتاعنا خارج من الخرزة دي. طرفين الخيط هتجي من الخرزة دي. انا حطيت خرزة في الطرف الشمال. وحاجي عند الخرزة المقابلة دي. واروح مدخلة طرف الخيط اليمين بتاعي. الشمال بتاعي. اسفاء اللي فيه الخرزة. تمام. احنا هنعملها كده على الواسع. وبقى كده لما نركبها في المراية هنزبط. تمام كده. وبعدين هدخل خرزة في اي طرف من اطراف الخيط بتاعي. واقفل. واشد. وادخل الطرف اليمين في الخرزة دي. في الصف بتاعها اللي عليها الدور. والطرف الشمال في الخرزة دي. وبعدين اخد خرزة ادخلها في اي طرف من اطراف الخيط. واقفل بالطرف التاني. وبعدين ادخل الطرف اليمين في الخرزة اللي في السطر دي. وبالطرف الشمال في الخرزة اللي عليها الدور في السطر او في الجنب التاني. وبعدين هاخد خرزة. اقفل بيها شغلي. كده خلاص انا عملت الشريط اهو. وقفلته. طيب. هجيب بقى عند المراية. اخلي الخيط بتاعي الفوق علشان اقدر اتحكم فيه. هدخل المراية بتاعتي في اي جزء فيها. واقصر الخرز بتاعي. المفروض ان هم ان تلت غرز. غرزة هتبقى فوق على الوش. وغرزة على الجنب. والغرزة تانية على الظهر بتاعي المراية. فانا اهو هعمل كده. باقصر واقفل. باقصر واقفل. واجي هنا. هروح شد الخيط بتاعي. بالشكل داي. طبعا ما شدش قوي علشان المراية ايه? ما تكسرش معاه. اهو. بالشكل داي. طبعا الوش الناحية التانية انا بس عشان الاضاءة والتصوير. ما يدايقناش. اهو. بالشكل داي. طيب. هعمل ايه بعد كده? انا كده خرص فنشت الخيط بتاعي. وقفلت الدايرة بتاعتي. بس عندي مشكلة ان الشكل واقف كده يعني الحروف من هنا ومن هنا برزة. فعلشان نعالج الموضوع دايت محتاجين ان احنا نقص خيط طويل. و ندخل الخيط في اي خرزة من الخرز بالشكل ده. ونسيب الطرف دايت. وهنمشي الفتلة دي. في كل الخرز. انا مش بعمل حاجة غير ان انا بطلع من الخرزة ادخل في اللي وراها. اطلع من واحدة ادخل في اللي وراها. بالشكل ده. والطرف التاني اسيب منه جزء برضو طويل كده. عشان هحتاجه في الاخر. هنزله تحت كده عشان ما يلخميش. وكل اللي انا هعمله في المرحلة دي. ان انا هدخل من خرزة. واطلع. في اللي وراها على طول. اللي وراها. اهم حاجة اني اسيب طرف من الخيط التاني في الناحية التانية. علشان لما اوصل عنده هنشوف هنعمل ايه? اهو. انا بطلع من خرزة ادخل في اللي وراها. بالشكل ده داير ما يدور. اللي هي الخرز اللي في الطرف اللي هو في الجنب السطر الاخير دي. بطلع من خرزة. اهي. وادخل على طول في اللي وراها واللي وراها واللي وراها. هعمل كده لحد ما اوصل من المكان اللي انا بدأت فيه. انا كده وصلت اهو. انا الطرف الخيط اللي انا بدأت به خارج من الخرزة دي. وفضل لي اهي. الخرزة دي. كده طرفين الخيط بقوا مقابلين لبعض. انا فوضت خرزة معلش. كده اهو. طبعا نخلي بالنا ان احنا وبنشتغل ان ما يبقاش فيه عقد على الخرزة اللي من بردها عشان اعرف امشي فيه الخيط بتاعي. اهو. كده انا مشيت بالخيط بتاعي من اول هنا. داير ما يدور لحد ما طلعت من الخرزة اللي جنبها. اهو. طرفين الخيط. واحد خارج من الخرزة دي. والتاني خارج من الخرزة دي. كل اللي هعمله ان انا حتني كده. واشد على قد ما اقدر من غير ما اجي قوي على المراية بتاعتي عشان ما تكسرش. يعني ما اضغطش برضو جامد. عشان في الاخر هي مراية ازاز ممكن تكسر. انا عملت كده. اهو. بكسر كده. واشد. مش هقفل الخيط. يعني انا هعمله كده. هتدي له عقدة بس كده. وعقدة تانية. خفيفة كده. انا محتاجة اعمل نفس اللي عملته في الوش. فانا هعمل نفس الحكاية. هدخل خيط من اول اي غرزة. وامشي بيها. بين الخرص. اهي. هعمل نفس الحكاية. هدخل الخيط بتاعي هنا. اهو. وادي الخيط بتاعي. طرفه اهو. الطرف الثاني بتاعه. وحامشي بالطرف الاولاني ديت. بين الخرص. جوه الخرص. لحد ما وصل لنفس المكان اللي انا ابتديت منه. اهو. انا وصلت برضو لنفس لنفس المكان. اهو. طرفين الخيط خرجين من خرصتين الرقصات بعض. برضو هواسطا. واشد. علشان اقفل. بالشكل جيد. انا ما قفلتش بقى الخير بتاعي من تحت. علشان اعرف الاول ازبط. يبقى مش مشدود قوي. فاعرف ازبط الاركان. طبعا برضو زي ما اتفقنا ما نشدش قوي علشان المراية ما تتكسرش مننا. اهو. شايفين بقى بتلم ازاي? اهو بالشكل ده. لمت معي. اعقد عقدة تاني. وهفنش الخيط بتاعي. هاجي بقى من وراء. نفس الحكاية. انا كنت عاملة عقدة خفيفة. هفكها. علشان اقفلها قوي. اشد قوي. خلاص انا حكمت من فوق. هاجي بقى هنا. اعمل نفس الحكاية. برضو. خلي بالي عشان المراية ما تضقش معي. اهي. حكمتها كمان من هنا. وهفنش الخيط بتاعي. دلوقتي احنا خلاص خلصنا البرواز بتاع الجسم المراية. هنبتدي نشتغل مع بعض بقى دور داخلي على السطر اللي من بره ده. هنشتغل دور مجسم. علشان نشتغل الدور المجسم ده هنشتغله على مرحلتين. اول مرحلة ان احنا هناخد. ادي اهي الغرزة الربعية بتاعتنا اهي. اهي. اي غرزة ربعية. اهي دي اهو غرزة ربعية كل دي غرز ربعية عشان احنا قلنا ان في سطر. احنا عملنا تلات غرز او تلات سطور. سطر من قدام. وادي سطر من الجنب. والسطر التاني من ورا. فاحنا هنشتغل على السطر اللي من قدام. هناخد الغرزة. يعني احنا عندنا دلوقتي اهي الغرزة ربعية. ادي اربع خرزات. واحد اتنين تلاتة اربعة. احنا هناخد الغرزة اللي من بره زي. الخرزة اللي من بره زي. هندخل فيها الخيط بتاعنا. وحنشتغل عليها سطر داير ما يدور. يعني هادي طرفين الخيطة هم. كده احنا معنا خرزة واحدة على خالج منها طرفين الخيط. يبقى انا عشان اعمل غرزة ربعية محتاجة تلات خرزات. هدخلهم في الطرف الشمال. واقفل بالطرف اليمين. شايفين بقت عاملة ازاي? اهي. بقيت كده. بقى صف واقف كده. والطرف اليمين هدخله في الخرزة النايمة على السطر. من تحت. خلاص. كده احنا عملنا اول غرزة. هكمل بنفس الطريق الطرف الشمال. هدخل فيه خراستين. طبعا الشغل ده بنعمله آآ على الجزء اللي هو فيه المراية. مش على الظهر. انا بس مغطيها المراية عشان الاضاءة. لكن احنا بنشتغل السطر ده المجسم ده على الجزء اللي فيه المراية. اللي في وش المراية. تمام? مش هنشتغل في الظهر بتاع المراية. احنا بنشتغله في وش المراية. كده انا حطيت خراستين في الطرف الشمال. وقفلت بالطرف اليمين. والطرف اليمين هدخله في الخرزة النايمة على السطر من تحت. بالشكل داية. هكمل خراستين في الطرف الشمال. واقفل بالطرف اليمين. والطرف اليمين يدخل في الخرزة النايمة على السطر من تحت. هكمل بالشكل ده. داير ما يدور. انا هو عنا عملت سطر. بالشكل ده. اهو. واقف كده. اهو. هكمل بنفس الطريقة. خراستين في الطرف الشمال. اقفل بالطرف اليمين. الطرف اليمين ندخل في الخرزة اللي عليها تدور في السطر من تحت. لحد داير ما يدور لحد ما وصل لمكان ما بدأت. واقفل شغلي. هخلص بقى داير ما يدور وارجع عليكم هنعمل ايه? انا انا عملت سطر او صف قائم. وبفنشه. بالشكل دايت. خلص كده انا عملت السطر القائم او الواقف دايت اهو. اعتقد ان هو كده حيبان. انا عملته على في الغرزة الربعية اللي على الحرف او الخرزة اللي على الحرف من الغرزة الربعية اللي متنية لجوه دي. طيب دلوقتي هعمل نفس الحكاية اللي انا عملتها بس في الخرزة اللي قدام. انا كنت سايبة الخرزة اللي قدام دي ما اشتغلتش فيها. اللي هي الربعية بقى. انا اشتغلت في في الربعية دي او الخرزة دي. اللي هي على الحرف. هشتغل بقى في الخرزة اللي جوه بتاعت السطر الرباعي. نفس اللي عملته برا هعمله جوه. هاخد طرف الخيط بتاعي. الشمال. هدخل فيه تلات خرزات. واقفل بالطرف اليمين. والطرف اليمين بتاعي. هدخله في الخرزة النايمة على السطر من تحت. ممكن بقى تحبي تبتدي من جوه الاول اسهلك تبتدي من برا زي ما تحبي. تمام. اهو. عملت سطر اهو من جوه. طيب. بعدين هاخد الطرف اليمين بتاعي. انا قلت شغلي بس عشان يبقى ناحية اتجاه اللي انا بحب اشتغل فيه. خدت الطرف اليمين. حطت فيه خرزتين. وقفلت بالشمال. والطرف الشمال هدخله في الخرزة النايمة على السطر من تحت. هكمل بقى بنفس الطريقة هدخل آآ خرزتين في الطرف اليمين. واقفل بالطرف الشمال. وادخل الطرف الشمال. في الخرزة اللي على السطر من تحت اللي عليها الدور. هكمل كده داير ما يدور. لحد ماوصل من مكان ما بتديت. كده احنا خلاص وصلنا لآخر آآ غرزة تقليبا. اهي. هندخل آخر خرزتين مع بعض. الشكل دا. وهنا دي آخر خرزة. دخلنا في السطر اللي من تحت. وكمان دخلنا في القائمة اللي انا ابتديت بيه. بس الخرزة القائمة اللي انا ابتديت بيها. وهندخل آخر خرزة. ونقفل بالشكل دا. طبعا هنفنش الخيط. طبعا لو رحستو هتلاقوا ان احنا عندنا كده بقى فيه سطرين. اهو. بالشكل. لديه. كده انا عندي سطرين اهو لو تلاحظوا مفروئين عن بعض. علشان اقفل السطرين دولت حقف في اي مكان. في اي خرزتين. اهي. هاخد الخرزة. دي مسلا هدخل فيها طرف الخيط. للشمال. وبعدين هاخد طرف الخيط اليمين. ادخل فيه خرزة. وفي المقابلة لها على طول هي دي. انا دخلت خيتي هنا في الاول. وحطيت خرزة في الطرف اليمين. في اللي قدامها على طول هدخل. بالطرف الخيط اليمين. عشان يبقى معي. بداية شكل رباعي هيتقفل. كده انا خيتي خالج من ثلاث خرزات. اتنين اللي همن في الجناب. والوحدة اللي انا لسه احطها دي البقسي. هيخد خرزة. احطها في اي طرف من اطراف الخيط. واقفل بالطرف الثاني واشت. بصوا كده تكون عندي غرزة ربعية. مسكت الطرفين المفكوكين دولت ببعض. الطرف الشمال هدخله في الخرزة اللي عليها الدور في السطر بتاعها. والطرف اليمين. هدخله في نفس الخرزة اللي عليها الدور برضو في السطر بتاعها. وبعدين هدخل خرزة في اي طرف من اطراف الخيط. واقفل بالطرف التاني. كده انا خرز بقفل الجوانب المفتوحة بتاعتي. الطرف ده هدخله في الخرزة اللي عليها الدور. في السطر. النايم. الناحية التانية نفس الحكاية. وهيخد خرزة. وهشتغل بالشكل ده داير مجدور. انا ابتديت من هنا. حفظ الالف. لحد ما وصل تاني هنا. واقفل الخرز بتاعي ببعض. يبقى انا اقفلت الجوانب بتاعتي. كده انا هخلص ووريكوا آآ شكل الصينية بتاعتنا هيبقى ايه? وهنكمل ازاي? انا وصلنا لاخر غرزة اهي. هشتغلها عشان نقفل مع بعض. هحط آآ خرزة في اي طرف من اطراف الخيط. وهقفل بالطرف التاني. وكده انا خلصت خلاص الجزء بتاعي دايت. قفلت الطرفين اللي كانوا مفتوحين في بعض. طبعا آآ دلوقتي انت لو عايزة تكملي. آآ شايفة ان هي آآ الصور بتاعها ده او الجدار اللي احنا عملناه او الصف دايت مش عالي اوي بالنسبة لك. ممكن تشتغلي صف تاني بنفس الطريقة. آآ تعملي آآ هتعملي نفس الحكاية طبعا. يعني حاولي ان انت تشتدي برضو اكتر مني. هتعملي نفس الحكاية. هتعملي صف واقف من هنا. وصف واقف من جوة. وبعدين تقفليهم زي ما افلنا الدور بتاعنا دايت. انا هكتفي بالسطر دا. مش محتاجة ان انا اعمل سطر تاني. وهفنش الخيط بتاعي. وحرجع اقول لكم هنعمل ايه بعد كده. درباتي عملناها كصنية. علشان نحطها على التسريحة ونحط عليها الميكياج او الميك او اي حاجة احنا عايزين. طيب احنا عايزين نقدمها او نعملها كصنية تقديم آآ نضيف بها ضيوف. نحط عليها فنجين خفيفة كده او كوباية مية. ونستخدمها كضيوفة يعني. فهنعمل ايه? احنا هنقل بصنيات بتاعتنا. هنشتغل على الظهر. اول حاجة الازاز آآ عايزين قوي شوية. فاحنا هنشتغل آآ سطر او سطرين كده. نقفل كده نقفل بهم آآ القعدة بتاعتنا عشان تبقى اقوى شوية. هندخل الخيط بتاعنا في اي مكان في اي خرزة. وهنشتغل نحط خرزة في الطرف اليمين. وخرزة في الطرف الشمال. ونقفل بخرزة في النص. بالشكل داية. هنشتغل بالشكل ده. خرزة شمال وخرزة يمين وخرزة في النص. نقفل بها. لحد ما نوصل للجهة المقابلة. اهو. هنشتغل غرزة ربعية. مش آآ مش آآ مجسمة. بنشتغل واحدة ربعية عادية. هنفضل نشتغل بنفس الشكل ده. خرزة في الطرف الشمال وخرزة في الطرف اليمين. وخرزة هنقفل بها في النص. لحد ما نوصل للطرف المقابل ونقفل هنا. اهو. احنا كده عملنا الشريط اللي احنا قلنا عليه. نثبته في المقابل هنا. فهنحط خرزة في الطرف اليمين وخرزة في الطرف الشمال. ونيجي في المكان اللي احنا هنثبت فيه. ندخل طرفين الخيط عكس بعض. بالشكل جيد. ونشد. لقناها واسعة يبقى احنا ممكن نضيق خرزة. اهي نشيل دي مثلا. وهو برضو كده بقى عندنا خرزة في الطرف اليمين وخرزة في الطرف الشمال. وحندخل في المقابل بتاعها الخيط بتاعنا. هكسبات. اهي. بالشكل دايت. وهنفنش الخيط بتاعنا. كده هنكون عملنا زي. آآ يعني حاجة تحمي شوية. ممكن لو انت عايزة تكملي ممكن تعملي هنا جزء وهنا جزء كده عشان تبقى مقفولة من الجناب كلها. احنا بنشرح برضو فكرة لو حابة تعمليها. وبنقفل. بنفنش الخيط بتاعنا. بنشد التجامد. ونقفل. بالشكل دايت. ممكن بقى نشتغل لو انت حابة تشتغلي جزء كده. يعني من هنا في النص وتوصليه هنا. وفي النص وتوصليه هنا فيبقى متقفلة يعني محكومة اكتر. ده شيء يرجعلك. ممكن تستغني على الخطوة دي خالص. ممكن تعملي في البداية خالص كارتونة مدورة على مقاس المراية. وتغلي فيها او ترشيها باي حاجة تخلي لها متغير يعني. وتحطيها تحت وتشتغلي عليها هي والمراية الفريم بتاعنا دايت او الجزء دايت التقفيلية عليها هتبقى برضو اقوى شوية. طيب وبعدين احنا بعد ما خلصنا الجزء دايت هنيجي نشتغل بجلين. احنا عايزين نعمل دي صنية تقديم. فهنشتغل. نعمل لها رجول. هنوقف اي مكان. وهنعمل اربع ارجل. كده مسلا. وهنحط خارزة. اتنين. تلاتة. عشان احنا هنا دي الرابعة بتاعتنا. وندخل في دي. وبعدين معنا هنا خرصتين على طرفين الخيط يبقى محتاجين خرصتين. نحطهم في الطرف الشمال. وهنقفل باليمين. وبعدين هندخل الخيط بتاعنا في الخرزة دي. احنا بنشتغل غرزة ربعية فوق الغرزة الربعية. بس غرزة واحدة بس. عشان احنا هنشتغل دي. وبعدين هندخل في الطرف الشمال خرصتين. ونقفل باليمين. وهنا هندخل طرف الخيط في الخرزة النايمة على السطر. والخرزة القايمة اللي انا ابتديت بها. وهحط خرزة واحدة. بالشكل ديت. هقفل خيسي. وهعمل. رجل تانية. هنا. واحدة. يعني هعمل رجل في المقابل هنا. وهعمل واحدة هنا. وهعمل واحدة هنا. دي لو انت حابة تعمليهم. لو مش حابة تعمليهم. ما فيش مشكلة خالص. آآ مش لازم يتعاملوا. آآ ممكن تبقى صنية التقديم من غير. ممكن اكبرها اخليها تبقى كده يعني تاخد تقويصة كده تبقى شغالة كده وشغالة الناحية التانية كده زي ما تحب عايز تعمليها فهتبقى ظريفة مش عايزة دي برضو حاجة ترجع لك. زي ما عملنا مكان الرجل الاولانية دي لازم نزبط برضو مكان الرجل التانية عشان ما تبقاش آآ مش واقفة كويس او مش ثبتة فاحنا مفروض نعد مثلا هنا هنعد هما انكام. ونقسمهم. ممكن كنا نحط هنا الرجل هنا والتانية هنا. ما فيش مشكلة. ممكن نعمل كده. وبعدين نحط هنا وهنا في النص. نزبطهم بحيس ان هي تبقى ثبتة مش مهزول زي يعني. كده لو واضح بالنسبة لكم. انا عملت اربع رجلين صغيرة اهي في الاربع اركان. عديت وقسمت وعملت الرجلين. هنبتدي بقى نعمل طبعا هي عالية طبعا هنبتدي نعمل الايد اللي هنمسك بها الصينية بتاع التقديم بتاعكنا. دي هتبقى برضو مجسمة. هنقف في اي مكان احنا عايزينه من الصينية. وهنعمل ايد اه مجسمة. هنخليها مسلا هنعملها كده. هي تبقى واقفة من هنا لهنا كده. فمحتاجين ان احنا نعد عشان نقسم. عشان تبقى الايدين في نفس المكان وقد بعض. انا حطيت الخيط بتاعي هنا عشان تبقى دي العلامة بتاعتي او البداية بتاعتي. وحبتدي اعد. هعد وارجعلكم. انا طلع عندي الصينية دي. ستة وستين غرزة ربعية. فانا قسمتهم تلاتة وتلاتين وتلاتة وتلاتين. ادي التلاتة وتلاتين من اول العلامة اللي انا حطاها دي. لحد الناحية التاني. والتلاتة وتلاتين التانيين. الناحية النص التاني. طيب في التلاتة وتلاتين دولت. انا هعمل الايد بتاعتي. هسيب. هعد بقى من الغرزة دي الاولى للتلاتة وتلاتين. هاستمهم. واشوف انا عايزة اعمل الايد كام غرزة ربعية. فانا مثلا عايزة اعمل الايد خمسة. تمام? هنشيل خمسة من التلاتة وتلاتين. او هنشيل يعني ممكن نحسبها. تمام. هنقسم بقى التلاتة وتلاتين دولت. انا الايد هتبقى خمسة. يبقى خمسة من تلاتة وتلاتين يبقوا تمانية وعشرين. تمانية وعشرين هنقسمهم على اتنين. يبقى عندي اربعتاشر واربعتاشر. يبقى انا هعد من اول غرزة الاولى اللي فيها العلامة بتاعتي دي اربعة اشعر. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر وحداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر. بعد الغرزة اربعتاشر هدي اخر الغرزة الاربعتاشر هبتدي اشبك الخيط بتاعي اللي هشتغل بيه. اليد بتاعتي. حاجة اتأكد حاجة الناحية التانية ادي العلامة بتاعت اهي. هاهد من بعدها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر ترتاشر اربعتاشر. لو عديت من مكان الخيط اللي انا حتطل هبتدي شغلي به. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. هشتغل كده خمس غرز. دي بقى انا كده حسابيتي مزبوط. في الناحية التانية نفس الحكاية عشان انا اسمة بالنص. طيب هعمل ازاي الصناعة بتاعتي. هشتغل غرزة مجسمة. ممكن بقى اشتغل الغرزة المجسمة زي ما احنا اشتغلناها في الاول. ان انا ادخل خيسي هنا. في الغرزة الخامس داشر. اللي هبتدي منها الشغل بتاعي. واعمل السطر بتاعي. اللي هو هحط في الطرف ديت. تلات خرزات. واقفل بالطرف التاني. هعمل سطرين. سطر جوه وسطر بره وبعد كده اقفلهم. بس احنا عايزين نبقى فيه ولو. لأ هناعمل بقى كده. هنشتغلها كده. كده. حطيت تلات خرزات. وقفلت بالطرف التاني. وبعدين هاخد خرزتين في الطرف الشمال. واقفل بالطرف اليمين. وادخل الخيط بتاعي تحت هنا. وبعدين احط خرزتين في الطرف ده. واقفل بالطرف التاني. وادخل في الخرزة اللي تحت على السطر. وفي الخرزة القائمة اللي انا ابتديت بيها. وهحط خرز. تمام كده. يبقى انا عملت اول. اول. اه. غرزة مجسمة. شبكة في جسم البتاع الصينية او الفرين بتاع الصينية. هبتدي بعد كده اطلع غرز. مش مش يعني عالطاير زي ما بيقولوا. ان انا هشتغل نفس الحكاية. فوق دي. فوق اللي انا بنيتها دي. هشتغل عليها. هحط تلات خرزات في الطرف الشمال. بالطرف اليمين. وادخل خيتي في الخرزة النايمة على السطر. احنا بنشتغل فوق اللي احنا اشتغلناها ارتفاع. وبعدين خرزتين في الطرف الشمال. اقفل. باليمين. ادخل اليمين في الخرزة. اتنين شمال. اقفل باليمين. وادخل فل على السطر. والقائمة اللي انا اتلات بيها. وادخل خرزة واحدة. واقفل. وابتدي اطلع العدد اللي انا عايزة بقى. يعني انا المفروضة اننا هسيب خمس آآ خرزات وانزل في الخمسة عشان تبقى عالية مكان الايد. فانا احدد اللي انا عايزة. انا هشتغل طويل كده واجي وليكو بقى حنتنيها ونقفلها فين. احنا كده طلعنا آآ صف طويل على البنينها هنا. وبعدين. حنعد بقى احنا وقفين على واحدة هي. حنعد ادي التانية التالتة الرابعة الخمس. المفروض ان احنا ننزل في السطر الخامس. هيبقى كده. فهنا هنلف بس الخيط بتاعنا ده عشان نبقى خرجين من الخرزة دي عشان نبقى ماشيين مع اتجاه الخيط آآ الخرز اللي في السطنية كمان. ما نبقى الشغلين على جنب نبقى شغلين مظبوط. طلعنا الخيط بتاعنا من الخرزة اللي قدام دي. المفروض ان احنا هنشبكها بعد خمسة يعني سبنا خمس آآ غرز من تحت. احنا قسمناها كده طبعا انت عايز تقسميها باي شكل. انت ايه زي ما تحب. المفروض ان احنا هندخل هنا. انا همفروض ان انا هدخل في الخرزة دي. فهحط خرزة في الطرف اليمين. وخرزة في الطرف الشمال. هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ممكن ننزل هنا. فحدخل هنا. وهنا بالعكس وهشد الخرز بتاعي عشان نقفل ايد بتاعتي وبعدين حالي ادخل انا مش عارفة بقى هتبقى بينها الكلقة. هدخل الخيط بتاعي. في الخرزة النايمة على السطر دي من تحت. والناحية التانية هدخلها في الخرزة النايمة على السطر برضو من بالشكل ده. وبعدين. وبعدين هدخل خرزة في الطرف الشمال وخرزة في الطرف اليمين. وحاجي في اليد بقى من هنا. في الخرزة اللي هي على حرف دي. ادخل فيها الطرفين عكس بعض. بالشكل جيد. واشبت الخيط بتاعي. كده انا سبت اليد بتاعتي. وهفنش الخيطي. هلف كده في كام خرزة. وهفنش الخيط بتاعي. وهعمل نفس اللي عملته هنا. اهي عدد. ان انا هعد واستن نفس الحكاية. عشان تبقى اليدين. في اتجاه واحد. لما اجي احط الحاجة فيها. ما تبقاش فيه ميل او. آآ الحاجة ما تبقاش متشالة كويس. كده انا ركبت اليدين خرص. اهي الايد الاولانية. وعملنا واحدة مقابلة لها. وبقت صنية ممكن. آآ تتشال ويتقدم فيها اي حاجة للضيوف. آآ اتمنى ان الفكرة تكون مستدقوه. اتمنى ان الفكرتين اللي احنا عملناهم النهاردة. آآ كآ صنية ديكور تحط على التسريحة. وممكن نحط جنبها السندوق بتاع الاكسسرات اللي احنا عملناها قبل كده. وحسيب لكم الرابط بتاعه. آآ وعملنا منها كمان صنية تقديم للضيافة. آآ اتمنى ان هما آآ الفكرتين دولا دي عجبوكم. آآ ما تنسوش اللي ما اشتركش فقراتنا ياريت يشترك وياريت تفعلوا زر الجرس. علشان ان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. واشوفكوا قرية في فيديو جديد. مع السلام. موسيقى 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 موسيقى